الخبر اللي حاجزين نعرف حضراتكم تفاصيله متعلق بان انبارح اعلن اتحاد الكورة طبعا انه حاليا بيتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصري للشباب بقيادة طبعا كابتن واق الرياض موجودين حاليا في الوقسر في الفترة من 8 غاية يوم 11 يناير الجاري لمتابعة اللاعبين في هذه المرحلة السنية في منطقة الصعيد ده طبعا بيحصل في اطار خطة الجهاز الفني للبحث عن افضل العناصر وبالتالي ضمها لمنتخب الشباب بيقيم الجهاز الفني خلالها دي الفترة في المدينة الشبابية في الوقسر وبيتابع طبعا على مدار هذه الايام الثلاثة او الاربعة اكبر عدد ممكن من لعبي الصعيد كمان حيتم اقامة مباراة بين منتخبي شمال وجنوب الصعيد ده طبعا خبر يتقال عليه انه خبر ايجابي جدا مهم جدا اكيد ان شاء الله يعني حيصب فيه مصلحة الكرة القدم المصرية والمهود بيها واكتشاف العشرات ده ما كانش المئات من الموهوبين المصريين اللي كانوا يعني ما حدش يعرف عنهم حاجة واللي في امس الحاجة ان حد يلقطهم انت عندك كنوز مدفونة تحت التراب وعلى كل الاصعيدة على فكرة رياضيا وفنيا وادبيا صحيح بس ندور عليهم وده اللي بيحصل كويس صحيح هي دي النقطة الفكرة كلها ان الواحد يحصل على فرصة اشتركوا في القناة